بسم الله الرحمن الرحيم كيفكم اليوم؟ شاء الله طيبين أنا أعتقد أنه قليل جداً اللي ما حب الباذنجان الباذنجان بكل وصفاته ما شاء الله يجنن حتى لو ينأكل سادة بس كده مقلل حاله ولا بس مشوي الحاله يجنن يعني هذا رأي الخاص طبعاً بس يعني ما شفت حد كثير ما يحب الباذنجان وهذا الطبقين اللي عملتهم يعتبرون أطباق مرافقة اخترتهم مع فتة اللحمة اللي عملتها من يومين يعني يمشون الباذنجان يمشي مع اللحمة يمشي مع كل شي بصراحة وهدول يسحون حتى الحفلات الشاي يجننون أنا أعملهم مع حفلات الشاي أحطهم والله هذا الباذنجان الملفوف أول واحد يخلص يعني هو لذيذ الحاله ينأكل كده ربطناه شوية بالكرات الأخضر يعطيناه شكل أكيد اللي ما عنده كرات ممكن يحط بس أعواد أعواد مثل أعواد الأسنال الزينة هو ما ينفتح بس يعني ديكور لما ينلف ما ينفتح ينحط كده بدون شي بس عملتوا ديكور مقرمش وجوه جبن وشوية فلفل أحمر مجروش طعم رائح الثاني عملتوا سبايسي شوي بالصوص الحار حطيناه مع فلفل أخضر وأحمر حار وينأكل برضو الحاله ولا ينأكل طبق مرافق نوع من أنواع السلطات أو المقبلات بصراحة اثنين هم أحلى من بعض الآن أحطيكم الطريقة بالتفصيل هذا اللي بالأحمر بالصوص الأحمر حتى للفطور ينفع وجبات فطور ينحط مع الفول ومع الحمص والمتبل رائع يتقطع بس كده بالشوكة وينأكل الحاله كده لذيذ أو مع حبز وعمل وسهل وممكن تعملون حتى من الظهر للليل إذا عندكم عزومة أو قبل بيوم ما يجرادوا شايفة اللاجح نشوف باذنجان وفلفل أحمر وفلفل أخضر بارد وحار وليمون وثوم وملح وممكن شوية شطة حمرة هذا هي المقادير شايفينها مرة بسيطة الباذنجان يكون كله حاجة موسط صغير كله قد بعض نقطع بالنوس مثل ما أنتوا شايفين كل واحدة نمسكها بسكينة حادة ونتطحن الصين بعدين بالسكينة نشيل الراس شوية نص الراس مو كل لون خلي كذا نحن نفتحها يعمل رشهم بملح ونخليهم بمصفاية يعمل نحطهم بموية فيها ملح لما نخلص من الجميع نكون جاهزين للقلي نشوفهم بمنشفة تمام تمام نقليهم بزيت حامي الباذنجان دائما زيت حامي ما نسقر الحرارة لما يحمر على الجهتين تمام نشيلهم نحطهم على جنب عبار ما نعمل الخلطة في الخلط هذا نقطع الفلفل الأخضر الحار والبارد والأحمر الحار والبارد ونحط كمون نسيت أقوله مع المقادير بس موجود صورته كمون وملح وثوم وليمون هنا ممكن اللي يحب يحط كزبرة أو باكدونس ترى يصير معها يمشي أنا ما حطيت هذا كلها شاهدين هذا الثوم والملح طبعا لأنه الملح هو أو فلفل أحمر مجروش وكمون نطحنهم لما يصيرون معجون يكون شوي سبايسي حار من الفلفل الحين البادنجان شايفين نغزه بالشوكة من جوه تمام تمام ونحط فوقه من الخلطة عشان الخلطة يتشربها من جوه ما تتخيلون طعمه قديش وريه تتجنن قالينك نحبه فلفل أخضر وأحمر معاهم بالزيت مع البادنجان شايفين نعمل كده بالشوكة عشان لما نحط الصوس هذا يتشربه وخلاص نزين الصحن ممكن نغطيه بنائله الثاني يوم لو عندنا عزوما ما يجرى له شيء يعني يقعد بالثلاجة يوم يومين أبدا ما يجرى له شيء بس مو أكثر بعدين الطماطم السيح لأن الخلطة نية ما تنطبخ هذا هي شايفين نغزها بالشوكة كده ليه تحت عشان لما نحط الخلطة الليمون والثوم والفلفل الحار وكله والكمون يتشرب والبادنجان يطلع طعم ويجنن الحين البادنجان لم قرمش هذا كراثة إذا ما في كراث ورق بصل أخضر إذا ما فيه مو ضروري هذا هو سلقناه شوية بالموية جبنا بيضة فيتا بذنجان مقلي طويل ورفيع قلينا بقسمات وجوز عين الجمل بقطع صغير هذا عين الجمل نخلطه مع البقسمات أنا نزلته زمان في الإنستجرام في عزوما في رمضان جوني ضيوف من خارج المملكة وعملته بصراحة مرة مرة عجبهم الحين نخفق بيتتين مع شوية ملح وفلفل أسود وعندي هنا يا شبت أخلطه مع الجبنة يا إما بصل أخضر من جهة البادنجان بس جهة واحدة بالفرشة نخلطها بالبيض بعدين نحطها على خليط نقم السماء مرتين ثلاث ونضغط مرتين ثلاث ونضغط لما يلصق الجوز والبقسمات نرسها في صينية مو مدهونة طبعا على الجهة اللي فيها البيض والبقسمات تكون الأسقف الصينية عشان لما ندخلها الفرن تقرمش وتحمر شايفين واحدة ثانية كده ندهنها بالبيض بعدين نحطها كده فوق الخليط ونشيل نرجع نحط ونضغط ونشيل ثلاث مرات ونضغط ونشيل ثلاث مرات عشان يلصق تمام الجوز والبقسمات جهة واحدة بس ونحطها الجهة اللي فيها البقسمات والجوز على الصينية أنا قاعدة أقول لكم عشان ما توصل الفكرة شايفين لأن هي هذي الجهة اللي حتكون من برة اللي فيها البيض والبقسمات لما نخلص طبعا من الجميع ندخلها فرن وسط يمكن خمس دقايق سبع دقايق لما يحمر الجوز نرفع واحدة نشوفه ده حمر خلاص نطلعو نخلي الصينية على جن تبرد لازم تبرد ما نقدر ندفها وهي حارة الجميع نسيح من جوه هو كده ينأكل الحال ويجنن بصراحة رائع رائع طعم الجوز مقرمش مع البقسمات خيال الحين حنعمل الخلطة شايفين ألفها لكم شايفين كيف حلو من الجهة الثانية مقرمش ولاسق فيه البقسمات والجوز نخلط جبنا فيتا نحط معاها يا أما بقدونس مفروم يا بصل أخضر مفروم يا شبت مفروم نعناع اللي تحبون أنا حطيت شبت مرة ماشي الشبت مع الجبنة والبذنجان اللي هو الشبنت في ناس يسمونا شبنت نحط فلفل أحمر مجروش شوية وبالشوكة نفتفتهم تفتيت تفتيت يعني مو عجن عجن لما ينتزجون مع بعض يعني أنا ما جربت نوع ثاني جبنة معاها الحين نحطها على طرف البذنجانة من جوه الجهة اللينا اللي ما فيها بقسمات وجوز ونلفها هي الحين جاهزة إذا أنا أبغاها كذا أقدمها كذا بس أنا حبيت أعطيها شكل أحلى هذا الكراك بعد ما سلقناه أو بصل أخضر ممكن تقطعونا بالطول وتسرقونا ينربط كذا ربطتين يعني هذا دي كور وبعدين بالمقاس نقص الزايد ما نبغى طويل بالمرة هنا نربطها قلت لها نربطيها ربطة ثاني عشان ما تنفتح وخلص نراتبها في الصحن لما نخلص من الجميع اللي ما يبغى يعمل هالخطوة ما عنده وقت ما في مشكلة حطوا عود مثل عود الأسنان أو هي سادة كذا حلوة هل نعمل واحدة ثانية قدامكم مرة عملية سهلة وتنلفتها بسهولة وطعمها وطعمها يعني سهلة كثير بصراحة لذيذة جدا جدا تنأكل كده الحالها ولا تنأكل مع الحبز تنحط مع الحبز كده وتنأكل بذنجان وجبن في النهاية هذه واحدة ثانية شايفين يعني حلو تزيين حلو لما يكون عندنا مناسبة نعمل الأشياء فيها بهجة فيها حركة فيها ديكور صح تاخد خمس دقائق زيادة لكن يعني شي خلو ونقص زايد بالمقص هذا هنا ونرتبها في الصحن واحدة واحدة صراحة اثنين هم ألد من بعض يعني البذنجان ما شاء الله من الأطباق المرغوبة وهذا هنا سبايسي ولين وذايب ألف عافية لا تنسون اللايك والشير وسبسكرايب تابعوني كل يوم كل يوم إن شاء الله في أشياء حلوة زي النابة ماطم ونعناع وكانت واجبة رائعة مع الفتة اللي عملناها